أهلاً وسهلاً فيكم معاكم فرح الحميضي واليوم راح أتكلم عن موضوع ووايد ناس بسناب شات تسألوني عنها خاصة طلاب الثانوية اللي ويدهم يدرسون تصميم الداخلي أنا تخرج من جامعة أمريكية بالشارج سنة 2004 وعلى وقتها كنت ودي أدرس في الكويت بس للأسف ما كان فيها بتخصص موجود بس في جامعة الكويت طريت أني أدور أقرب دير أدرس فيها تخصص هذا لأن كنت متعلقة بها اللي متعلقة بالكويت وخايفة من الهومسيكنس وهالسوار بكلها اللي ما كان لهداعي صراحة دورت وبحث ولقيت أن الجامعة أمريكية بالشارجة فيها هذا التخصص وكانت جامعة ثوهة يديدة يمكن متخرجين دفعة أو دفعتين فقط بحثت فيها ولقيت أن الكرام كله حلو عنها فقررت أني توكل على الله وأروح أدرس هناك كلنا لازم نتحدث عن كلنا اللي مقدمين على المعمار التصميم الداخلي الجرافيكس ومالتيميديا الأشياء الفنية فالجامعة تطلب منكم أن تقدمون بورتفوليو فممكن تبحثون على اليوتيوب شنو طريقة تسليم البورتفوليو وشنو نتصورون الرسم ما لكم والفن ما لكم وتقدمونه أول سنة كلنا ناخذ سنة اسمها فكلنا ندرس مع بعض إحنا والمعماريين والجرافيك ديزاينر والمالتيميديا لازم تعرفون شي وغايد مهم وما لدي هذا الشي تغير الحين بالجامعة الأمريكية بالشارجة ولا لا لكن يعيدون تقييمكم عقب السنة الأولى ويشوفون تنقبلون أنتم في تخصصكم ولا لا كثير مننا ما نقبل بالتصميم الداخلي دخلنا ثلاثين واحد بالسنة الأولى بالسنة الثانية كنا ستة فقط الثانية سنة نكون مع المعماريين موادنا واحدة آخر سنتين هي ثالثة والرابعة احنا كتير ديزاينرز نكون منفصلين وبروحنا وناخذ موادنا اللي تكون متخصصة مثل إضاءة الأقمشة الألوان الديتيالين والتفاصيل اللي تكون خاصة بالمصمم الداخلي أذكر هذا الشي يضحك بالجامعة وأعتقد هذا الشي تغير الحين كانوا يستكرون الكلية ساعة 10 أو 11 المبنى ولازم نطلع كانوا يطردوننا من الستوديوز من طلعوا وخلاص بعض الناس كنانية صبح نلاقيهم قاعدين بالكلية نستغرب شلون كانوا يدشون داخل الكباتات ينخشون يسكرون الجامعة ويطلعون يكملون شغلهم لانا ما كانوا يلاحقون في بعض المواد ما اهتميت فيها وايد مثل project management فلو يرد فيني الوقت اركز فيها اكثر لانا ايها وايد مهمة لما نتكلم عن تصميم داخلي من مطاقة العمل لازم نعرف شون ندير شغلنا مشاريعنا عماء الموظفين عندنا حتى نعرف شون ندير اذا بلشت الدشون الجامعة اخذوا هذه النصيحة بعين الاعتبار وركزوا هذه المواد ليش ما ركز فيها لانا وايد مهملة خاصة ان احنا اللي نحب الفن والكرييتف بيبل ما نحس هذه المواد تونسنه انا لما ايت تخرج من جامعة امريكية وريت وشتغلت حسيت ان ينقصني الادارة لانا ما كان عندي اي باكراين بالادارة فا اضطريت ان اخذ MBE عشان احط الخبرة هذي في شركتي لان انا ادير شركتي الخاصة ومحتاج ان اعرف بالمحاسبة محتاج ان اعرف بالادارة محتاج ان اعرف بالسكجولينج والجدولة وغيرها فالمبي اي ساعدني لو اني كنت مركزة بالدزاين مانجمنت وبرجيك مانجمنت يمكن امبي اي ما كان في هذه الضرورة الجامعة مخرجاتها فضيعة بكل الميجرز اللي اتكلم عن الميجرز الدزاين الخبرة اللي ناخذها وايد حلوة هذي بعض تجاربي خبرتي بالجامعة اعتقد ممكن تطبقونها على اي جامعة تصميم اذا كان في مستوى عالي اتمنى ان تكون ساعدتكم وممكن تنفعكم في المستقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة